التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في العاصمة الألمانية برلين مجلس سفراء العرب لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية واستعرض رئيس مجلس النواب تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة اليمنية والدور العربي الداعم والمساند للشعب اليمني في كافة المراحل والمنعطفات التي مر بها مثمنا وقوف التحالف العربي وتضحياته الكبيرة التي قدمها إلى جانب اليمن في مواجهة المشروع الإيراني الذي يمثل تهديدا للأمن القومي اليمني والعربي وأكد البركاني أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الربو منصور هادي تنتهج خيار السلام وتدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لحقن الدماء وتحقيق الاستقرار في اليمن لافتا إلى جرائم الحوثي وعرقلته وإفشاله لكافة جهود السلام التي دعمتها الحكومة اليمنية والأشقاء في دول التحالف العربي وتحت مظلة الأمم المتحدة وجدد البركان التأكيد على أن اليمن لن تكون مساحة لتنفيذ المشروع الإيراني في المنطقة مشددا على أهمية دعم وتعزيز جهود الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مواجهة المشروع الإيراني وإنهاء الانقلاب وتحقيق تطلعات الشعب اليمني من جانبه أكد عميد السلك الدبلوماسي العربي في ألمانيا سفير جمهورية لبنان مصطفى أديب أهمية الزيارة في تعميق أواصر العلاقات والتعاون المشترك لا سيما مع الدور الهام الذي تلعبه ألمانيا في المنطقة العربية والقضية اليمنية على وجه الخصوص بدورهم عبر السفراء العرب وقوف بلدانهم المساند للقضية اليمنية مؤكدين دعمهم لكل ما من شأنه مصلحة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه في مختلف المحافة الدبلوماسية في ألمانيا وكما استنكر السفراء العرب في ألمانيا خلال اللقاء كافة الجرائم الحوثية في اليمن متمنين أن ينعم وشعبه بالسلام والأمن والاستقرار حضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشداد وأعضاء المجلس عبد الرحمن العشبي وعلي المعمري وعمر العمودي سفير بلادنا في برلين دكتور يحيى الشعيبي